حلقة مهمة جدا حنرد فيها على كلام عمّة نورهان واللي خرجت مبارح وتكلمت والحقيقة كلامها كان لازم يترد عليه فتابعوها لآخرها لكن قبل ما نبدأ كده ياريت نصله عن نبي ومنسوش اللايك والشير والمتابعة ولا حلقة لأول مرة بتنورني أتمنى تعمل اشتراك دلوقتي وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد ويلا بينا نبدأ مع أخوكم أنا أحمد الحكيم أهلا بيكم عاوز بس الناس كده واحدة واحدة وتركز معايا عشان الكلام اللي حقوله مهمة قوي قوي العمّة سألت إيه اللي حصل بالضبط بما إن حضرتك الوحيدة اللي قبلت نورهان هنا العمّة وصفت نورهان شكليا وقالت مش هي دي الإنسانة الجميلة اللي كانت عايشة معانا وكانت خاسة وبتقول أعيش ليه بعد أمي وإنها مش مصدقة إن أمها ماتت مش زي ما انتوا بتقولوا عديمة الإحساس ومتبلدة المشاعر واللي طالع عليها إنها بتقول ما حصلش ما عملتش حاجة والكلام ده تقالي من اتنين من زميلها وبتصحى مبزوعة كل يوم ده كلام العمّة وسؤالي هي إزاي حتشوف زملتها أقصد إن المقابلة مش بتبقى جوة الحجز بتبقى برّة يعني مش حتشوف زملتها كمان الكلام ده قالته هايدي في البداية خالص اتسألت كمان أول سؤال سألته لها أنا قلت لها طمينيني أنا مش مصدقة كل اللي تقال عنك انت ليك يد في موت أمك في البنت قالت والله والله ما عملت حاجة أنا ما وقفتش على موت أمي هو الباب خبط وطلعت أشوف مين كان هو قتلها طب هنا العمّة اختصرت المشهد كله وكلامها صح بالمناسب لإن الكلام ده جاني في التحيقات الباب خبط وطلعت المجرمة تشوف مين طلع لققت أخوها أحمد الكلام ده حصل إمتى بقى؟ كلامنا للعمّة وأنا عايز أقول لحضرتك إن المشهد ده بيتبت تورطها في القتل مش بين فيه حضرت مش ملاحظة إنها كانت في المشهد ده حرة يعني خرجت وسابت الود جوة وكانت تقدر تفتح الباب وتصرخ هنا كانت الأم لسا عايشة لو عايزة تنقذها كانت استغلت اللحظة دي لكنها طلعت ومسحت الدم بتاع أمها بدم بارد منها وتعالي نرجع لورا شوية قبل أمها ما تموت بنت أخوكي فتحت له الباب وشورت له على قوضة أمها وكانت غالية المي ودت هالو دلقها على وش أمها ودت له السكينة ودت له الإزازة ولما باب خبط مسحت الدم وأخدت كل الحاجات اللي تم استخدامها في الجريمة مع المجرم وخبوها وضللت البوليس يومين هل دي ما عملتش حاجة؟ حديت بعد كده بتقولي قالت لها سيبها وانا هقول إن أنا اللي عملت فيها كده وإن الولد كان بيبص لها ونظرات الشر في عينه أكيد أي حد ما كانها هيبقى خايف وأنا رديت عليكي المشهد دليل على إنها لو عايزة تنخذ أمها هتنخذها العم قالت كمان إنه كان بيتقدم لها ناس كتير جدا محترمة وأولاد ناس لكن الرهان كانت وقتها في سنة وعام وما كانتش مستعدة للزواج والخطوبة والكلام ده وأنا هنا حابب أسأل السؤال للعامة حدك بتشتغلي في المونتاج؟ حدتك ليه بتقصقصي الفترات الزمنية وتقصي المشاهد مرتين في اللقاء وانتي بتقولي كان بيتقدم لها ناس في سنوي طب هي البنت كانت في سنوي ولا البنت كانت في تالتة جمعة التلات سنين دول العرسان مجوش ليه ولو كان عندنا معلومة بتقول إن غشاء البكارة بتاع البنت تفض من أكثر من سنتين كده هتبقى عرفنا ليه واخدين بالكم صحصحين في الكلام أنا برد بس على العم بمنتهى الأدب والاحترام العم كمان قالت إن الصدمة بالنسبة لإخواتها صعبة الأولاد قالوا خسرنا أمنا مش عايزين نخسر أختنا يعني العيال موافقين أحمد وآدب أنا برضو عايز ألك سؤال هي هايدي كانت بتزوركم في البيت كلام ما بين السطور حقوله وانتوا فاهمين كلامي لإن الجملة ديت قالت على لسان هايدي وقالت إن أحمد زار أخته وقال لها الكلام ده وطلع إن أحمد مزارش أخته من أصل تبقى هايدي سمعتها فيه العم تسألت كمان عن إن الأب قال أنا شاكت أو خايف إن الولد وعيلته ممكن يكونوا عملوا الأسح فقالت كل شيء والد يا أستاذة النبي عليه الصلاة والسلام اتعمله صح من الخادم بتاعه كل ده مذكر في القرآن ما هو معنى إن النرهان بجمالها بتعلمها بثقافتها حتبص الحد زي الولد ده يبقى فيه حاجة غلط ومش مفهوما وأنا مش عارف ليه أكيد لو الوقت أتحلي كنت هسأله السؤال ده ليه الولد ده أكيد فيه حاجة غلط في الموضوع مش زي ما الكلام بيتقال أتمنى تروحي وتسأليها وتجوابينها تاني وقالوا كل ده ماشي لكن عقلنيته أنا كوحدة عشت وتربيت معاهم دي بتخاف من خيالها بتخاف من الحشرات معقولة هتبقى قاتلة أنا الحقيقة مش قدرة العم على المونتاج ده بصراحة هي هنا بتتكلم عن علاقة البنت بحسين ومنتجة الكلام ودخلت في سكة إن البنت بتخاف وصعب بتمقاتلة وبرضو قالت لو قتيحت الفرصة وقالت لو قتيحت الفرصة حسألها وإن الأقوال ماشي طب يا حاجة حديثت يعني أتيحت لك الفرصة حديثت قلتي إن كزورتيها مرتين تقريبا وتقريبا الجملة دي بتعني إنه ممكن يكون أكتر من مرتين لكن خلينا نقول إنه هم مرتين إحنا أمام قضية دي ما عندناش غير سؤالين لو أي حد شاف نورهان حيسألهم وهم ليه قتلت أمك وإيه علاقتك أو ليه علاقتك بحسين يعني لو فيه كل يوم زيارة سؤال كنت ارتحتي وريحتين وإيه حاجة كنت بتزوريها ليه لما ما سألتهاش وبعدين جملتك بتاعة الأقوال ماشي ماشي هنا يعني أنت موافقة على الأقوال طب منتظر إيه تاني غير الأقوال طب هو حضرتك شفت الأقوال كلامك بيقول شفتيها طب إيه رأيك في موضوع الفوطة عرفت اللغز فين يا فندم في الفوطة يا فندم اللغز في الفوطة يا جدعان أنا عاوزتوا تشاركوني في التعليقات وتقولولي ردكم على العمّة إيه والفوطة إيه العمّة تسأت عن عدد زيارتها النورهان ولو سمعتوا صوتها في الحتة دي وهي بتقول مرتين حتحسوا إن صوتها مراوغ وبيخبي حاجة واضح إنها زرتها كتير وده اللي اتضح من كلامها لأنها بتقول إن نورهان في كل مرة كانت بتبقى أسوأ من مرة اللي قبلها في انهيارها وفي عدم تصديقها اللي هي فيه يعني إيه بقى كل مرة بتبقى أسوأ من مرة اللي قبلها ولو حدك زرتها مرتين بس كنت تقولي إنها تاني مرة كانت أسوأ لكن كل مرة دي معناها إن فيه مرات كتيرة جدا وفي الحتة دي كمان العمّة بتقول إن زميلة نورهان بتقول إنها بتصحى منهم مفزوع وتقعد تبص للسقف وإن كلام مايسة مايسة صحيح وإنهم ما يعرفوهاش طب هل حضرتك عارفة إن مايسة كلامها فيه مناطق إن مايسة كلامها فيه مناطق كتيرة كذب أبسط حاجة إن مايسة قالت إنها سأت نورهان وقالت لها أنت ليكي تسجيلات في التليفون بتقول إن كذا وكذا طب يا فندم الست دي كانت مع نورهان في الاسم يوم 4 يناير وفي الوقت ده التحيقات ما كانتش ظهرة يعني محدش في العالم كله كان عارف إن فيه تسجيلات في التليفون تبقى مايسة جابت الكلام ده منين العامة بتوصف كمان إن نورهان في حالة انهيار وصدمة وزهور ومش مصدقة اللي حصل كل اللي عليها ما حصلش ما حصلش ما عملتش لدرجة إن واحدة من زميلتها قالت إنها ممكن ما تكونش طبيعية وإننا لقناها عندها كتب عن الجنة وأنا حرد على جزئية الكتب دي النهاردة في البس المباشر الساعة 10 دي فردود على الأب لأن الأب كمان قال نفس الجزئية لكن تعالى من نقطة تانية هو الانهيار ده ما ظهرش ليه في المحكمة لما شافت عساكر وقضاء ومحكمة وقفص ما نهرتش ليه كمان العمّة بتقول إن نورهان قالت إن غلطتها إنها فتحت الباب وإنها قال لها أنا جاي أتكلم مع أمك وإن الأم كانت شايفة لا يصلح لبنتها هي شايفة بنتها تستاهل إيه وإن هي رفضته وهو تدايق من ربضها ليه يعني العمّة هنا عايزة تفهمنا إن حسين تقدم عشان يطلب إيدي البنت مثلا فالأم رفضت طب أنا والله محرج أقول إن الكلام ده مش حقيقي هو حضرتك نسيتي إن نورهان مخطوبة أيوة يا فندم مخطوبة من 3 شهور بس المونتاج قص الحتة دي طب بتقولي إن هي غلطانة عشان فتحت الباب طب يا فندم قديني عقلك شوية كده وحرجعه لك تاني المجرم ده كان جاي بخشبة ومطرقة وهو جاي يقنع الأم إنها توافق عليه يعني هو داخل يقنعها في قط النوم هي أساساً البنت كانت بتشاور له على قوضة أمها وهي نايمة جوة عشان يدخل صحيها وبالمرة يقنعها طب نفطرد جدلاً إن دخل للأم عشان يصحيها وضربها والبنت مش عارفة إن ده حيحصل هنا الولد جاب السكينة والإزازة من المطبخ إزاي ولو هو لو راح يجيبهم كانت الأم هرط ولو فضل ماسك الأم يبقى البنت هي اللي جابتهم له قولاً واحدة وفي نهاية اللقاء العامة بتتمنى تفهم الحلقة الغمضة وتتمنى إعادة التحقيق وبرضو نقطة إعادة التحقيق أنا حرد عليها وأنا بتكلم عن الأب كمان هي بتقول إن حسين هو القاتل وبالطالب بإعدامه وأنا في النهاية بطلب منكم قراءكم في كلام العامة وفي النقطة اللي أثرتها لو في مناطق أنا أصرت فيها في الرد ياريت تبعتولي تصححولي المناطق دي والحد هنا وخلصت حلقتم كنتوا لسه قاعدين معايا لحد هنا حب أقولكم إن بجد بتشرب بيكم بحبكم جداً وما تنسونش في اللايك والشير والمتابعة ولو حالك لسه بتتبعني لأول مرة أتمنى ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد أسيبكم فيه لعاية الله وأمنه كان معاكم أخوكم أحمد الحكيم وانتظروني النهاردة بس مباشر الساعة 10 مساء بإذن الله بتوقيت جمهورية مصر العربية هنرد فيها على العام وهنناقش مع بعض كل التفاصيل الجديدة في الحلقة المفقودة في القضية سلام عليكم ورحمة الله بركاته